مبادرات اللي اخدت الحكومة باش تحدي من المشكلة ديال الزيادة المحروقات فيما يخص النقل بغيت غير نقول واحد الحاجة الزيادة في المحروقات بالنسبة للنقل عندها واحد تأثير نسبي بالنسبة للدكشي اللي وقع في السوق رأى الناس يمكنهم يفهموها بسهولة إلا كان النقل تساوي ألفين درهم في ألف درهم ديال المحروقات هذه ألفين درهم على عشر ديال الأطنان تجي فيها ربعات ريال وخي تضغب الثامن ديال المحروقات ربعات ريال تتولي ستاد ريال زيادة اللي تتكون في الأسواق عندها رطيبات نسبي جدا بزيادة ديال الأثمينة ديال النقل وهذه خص المواطن يعرفها القضية الثانية ديال هذا القضية ديال المأدونيات لم توجه ولم لم يوجه أي دعم لأصحاب مأدونيات وسيدة النائبة المحترمة تتكلم على التاكسيات تاكسيات كاينين ثلاثة ديال طبقات كاين مو المأدونية كاين مو التاكسي وكاين ليتيسوك التاكسي نحن أعطينا المو التاكسي يعني المستغيل للتاكسي لماذا؟ لأن السائقين ديال التاكسيات لا تنعرفوا العلاقة اللي عنده مع مو التاكسي يقدر يكون واحد خدمتنين لأخر خدمتن ثلاثة ولا واحد ما خدمتن خمس ايام معدناش هذه المعلومات هذه في النظام المعلوماتي وماذا معا كان خصنا نعطيه الدعم بوحدة طريقة سريعة كان خصنا نبنيه على المعلومات المتوفرة في النظام المعلوماتي ديال وزارات الداخلية والمعلومات اللي عندنا هي اللي متعلقة بما اللي قلنا لهم نسمينهم مستغلي سيارة الأجرة وما هذا النش هذا رابط بإشارة مليت يدخلوا باش يأخذوا الدعم راتيقروا واش دعم غادي يقسموا مع السائقين ديالهم ولا غادي خليهم روصوا إن كانوا عندهم سائقين ودك سائقين ما توصلوش بحقهم في الدعم رأي لهم حق باش يتوجهوا للعمال والقياد في الأقاليم وقلوب النورات دعم ما توصلنا شي به شكرا